الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول الآخر الظاهر الباطن هو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي عليه وعلى أصحابه أجمعين وبعد في ذات يوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال يا أبي يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم قال أبي الله ورسوله أعلم فأعاد عليه السؤال مرة أخرى أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية الشهيرة المعروفة بآية الكرسي حينئذ قال صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم يعني لتهنأ بالعلم أبا المنذر ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده نتأمل هذا الكلام الجميل والذي نفسي بيده إن لها أي لهذه الآية إن لها لسانا وشفتين تسبح الملك أو قال تقدس الملك عند ساق العرش إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش تقدس تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده يعني إذا ركع وإذا سجد يقول هذا الذكر يقول إيه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله تبارك وتعالى هو السبوح القدوس قال تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس إيه معنى القدوس إيه معنى السبوح السبوح القدوس هو الطاهر المنزه عن كل عين وعن كل نقص القدوس هو الطاهر المبرأ المنزه عن كل نقص وعن كل عين ربنا تبارك وتعالى ذو الكمال له كل كمال وله كل جلال له من كل شيء أعلى سبحانه جل في علاه لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه أي عيب منتفي عن الله أي نقص منتفي عن الله تبارك وتعالى لذلك سبح الله نفسه وسبحه ملائكته وسبحه جميع خلقه سبح نفسه أي نزه نفسه بنفسه لم ينتظر أن ينزهه خلقه لعلمه بنفسه تبارك وتعالى فقال تبارك وتعالى وتأمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفه الواصفون من أوصاف الضلال والعيب والنقص التي لا تجوز عليه ينزه نفسه تبارك وتعالى عما قال هؤلاء الخلق في حقه من صفات النقص والعيب التي برأ نفسه ونزه نفسه عنها الملائكة قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن نقدسك يا رب ننزهك عن كل عيب وعن كل نقص وما من مخلوق خلقه رب العالمين إلا ويسبح بحمده قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ما من شيء إلا ينزه الله تبارك وتعالى الله عز وجل سبوح قدوس منزه لكماله فلكمال حياته لا يموت أنت حي وأنا حي لكن حياتنا يعتريها الموت أما الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت نفي نفي والنفي بالنسبة لله فيه إثبات كمال الضد لما ربنا يقول لا يموت أي له كمال الحياة لكمال حياته وقيوميته لا ينام فأيت الكرسي قال لا تأخذه سنة ولا نوم النوم عجز فاقة حوج يسمينا لو ما نمش يجري على الصيدرية يقول لنا عايز مهد يصب بالجنون قال لسن إذا لم ينم يصب بالجنون يحتاج إلى ذلك الله تبارك وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال غناه لكذا قال سبحانه هو الغني ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يتخذ لي أنا أعاوز زوجة أعاوز صاحبة لإني محتاج عاوز امرأة تؤنسني تؤنس وحشتي تكون لي سكنا أريد ولدا يحمل اسمي من بعني يساعدني حوق عاوز نقص هذا فيه لأنني أنا إنسان عاجز أما الله لماذا يتخذ زوجة لماذا يتخذ صاحبة لماذا يعني يتخذ ولدا تبارك وتعالى فلكمال غناه ما اتقذ صاحبة ولا ولد لكمال علمه الله تعالى عليم مش بس عليم لا دا له كمال العلم ولكمال علمه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله تعالى لا يضل لا ينسى شيئا ألبت تبارك وتعالى لكمال عدله لا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة عادل أي إنسان منا مهما كان عدله ربما يظلم لأنه عنده هوى عنده ميل أما الله تبارك وتعالى فتعالى عن ذلك علوا كبيرا الله تبارك وتعالى لا يتعم لا ينصب قال وما مسنا من لغوب سبحانه وتعالى فكل نقص الله عز وجل ترفع عنه وتنزه عنه ليه؟ قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء الله تعالى لا يقاس بأحد لا كفأ له لا عدل له لا ند له لا مثيل له الله تبارك وتعالى تنزه عما يقول وعما يصفه الواصفون تبارك وتعالى من صفات النقص فله كل كمال وكل جلال تبارك وتعالى إذا عرفت ذلك أن الله تبارك وتعالى سبوح قدوس فأولا سبح ربك وقدس ربك عن أي صفة نقص قالها الوضعاء في حقه تبارك وتعالى من العجيب أن الله تبارك وتعالى جعل وشرع من أذكار الركوع والسجود التسبيح لما تركع تقول سبحان ربي العظيم لما نزلت الآية فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في روحكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ليذكرك دائما وأبدا وأنت راكع وأنت ساجد نزه الله عن كل نقص كما نزه نفسه نزه الله عن كل عيب كما نزه نفسه لأنه العظيم الأعلى أمرك أن تسبحه بالليل والنهار قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون عشان كده الملائكة الملائكة لا يفطرون عن التسبيح لحظة قال تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ليل نهار كل لحظة الملائكة ماذا تفعل سبحان الله سبحان الله وبحمده يسبحون الله ينزهون الله عن كل حيب وعن كل نقص لما يروا من نعوة الجلال والكمال له تبارك وتعالى التسبيح والتنزيه يكون باللسان ويكون كذلك بالفعل يعني إيه بالفعل أن تحسن الظن بمولاك وأن لتظن به ظن ثوء قط أبدا فإن ربك أولى بالجميل شوف الله عز وجل ماذا يقول قال فما ظنكم برب العالمين والله إنا لنشهدك أننا نظن بك كل كمال وكل جلال وكل جمال يا رب العالمين فما ظنكم برب العالمين بعض الناس لما تأتيه مصيبة أو ربنا يأخذ منه بعض العطايا يقول لي يا رب لي عملت كذا معايا يا رب طيب هذا سوء ظن بالله أو ظلمك الله إن مجرد الخاطر الذي يأتي على قلبك أن الله تبارك وتعالى ظلمك أو أنه ما كان له أن يفعل ذلك هذا سوء ظن في الله تبارك وتعالى أولئك الذين يعترضون على شرع الله تبارك وتعالى لزعمهم أو لظنهم أنهم أتوا بما هو أحسن منه أو أفضل منه أو خيرا منه هؤلاء أساءوا ظن فيه تبارك وتعالى شوف ربنا عز وجل لماذا يقول يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعن ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الزعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ما هو حالة من ثلاثة يا إما الذي يرد هذا الذي يرد الشرع اللي عنده مشكلة مع الشرع مع أحكام الشرع عنده مشكلة من ثلاثة أفي قلوبهم مرض مرض الريم الشك أو مرض النفاق أم ارتابوا يشكون في آيات الله وأحكام الله التلتة أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وأنهم خيفين أن يكون ربنا ظلمهم لما فرض عليهم الشيء الفلاني أو حرم عليهم الشيء الفلاني أو أعطى للذكر مثل حظ الأنسيين أو أوجب كذا أو حرم كذا هل الله تعالى ظلم؟ حاشا لأن الله تعالى تعالى عن الظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة بل أولئك هم الظالمون هؤلاء الذين أساءوا الظنة في الله تبارك أتعالى هم الظالمون هذا العبد الذي كان يعصي الله عز وجل فجاءه واعز من الله تبارك وتعالى أن يطيع الله عز وجل فأتيه الشيطان يخوفه يقول له أنت هطيع ربنا هتفتقر زي مثلا واحد كان مرتاشي وعنده أولاد فأراد أن يتوب من الرشو فيأتيه الشيطان يقول له تبقى الأولاد ماذا تفعل مع الأولاد واحد كان يطف في المكال والميزان يأتيه الواعظ يقول له لا تطف في المكال والميزان يأتي الشيطان يقول له الفقر والأولاد والمسؤولية وهكذا يبقى هو بيعمل عمل محرم أراد أن يتوب يأتيه الشيطان يخوفه الشيطان يعيدكم الفقر يبدأ يقول له يا عمنا ماذا أفعل مع المسؤوليات اللي علي والأولاد والزوجة والحكاية والدنيا غالة والكلام ده طيب بالله عليك أنت عندما تسيء الظن في الله تبارك وتعالى فتظن أن الله تبارك وتعالى سيتخلى عنك وأنت تطيعه أنت الآن نسبت لله النقص ولا لا نسبت لله الظلم ولا لا أنت لن أحسنت الظن في الله ولا لا هل أنت سبحت الله تبارك وتعالى الآن آبدا هؤلاء لم ينزهوا الله عز وجل لذلك ربنا عز وجل قال فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين إياك أن تظن في الله ظن السوء فإن الله تبارك وتعالى أولى بكل جميل وهو بكل جميل كفيل البنت اللي بتخرج ويعني متزينة لم تلبس الحجاب بعد وتقول لها اتقل الله تبارك وتعالى لماذا تفعلين ذلك؟ تقول لك لما تجوز تريد أن ترزق بالزوج تبقى الله تبارك وتعالى سيرزقك الزواج الزوج وأنت كذلك وسيحرمك الزوج وأنت تطيعيه هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى هذا ليس تنزيها لله تبارك وتعالى فنزه ربك تبارك وتعالى بقولك بتسبيحك ونزه ربك بأفعالك وأحسن الظن بمولاك فإن الله تبارك وتعالى المنزه المبرأ عن كل عيب أخيرا إذا رأيت أحدا إذا رأيت أحدا ينسب لله قبحا أو ينسب لله نقصا أو ينسب لله عيبا فعلى الفور أنكر ذلك هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا ربنا في قرآن قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبح الله تبارك وتعالى على الفور عندما ترى نقصا ألصق بالله تبارك وتعالى ولتعلم أن كل كمال وجد فالله تبارك وتعالى أولى به وكل نقص وجد فالله تبارك وتعالى أرفع عنه عز وجل فله كل كمال وله كل جلال أسأل تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة